هذه البشارة مهمة جدا منطقة الناصرة والجليل إلى الشمال إلى كفر نحوم تقع تحت سبطين زبلون ونفتالي وبنبوة أشعي أصحاح تسعة بيتكلم في هذا الأصحاح يقول الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور هذه المنطقة التي أخذت للسبية الأشوري أولا أصباط إسرائيل المنطقة الشمالية سبعت من أشور سنة 722 قبل الميلاد الشعية بيتنبأ أن هذه الأصباط ستشوف نور المسيح فعلا ابتدأ هذا النور بزيارة الملاك للقديسة مريم العذراء وأيضا هذه الزيارة طبعا مش بس في هذا المكان حتى في متة أربعة بيتكلم عن خدمة يسوع المسيح اللي كان محورها عن كفر نحوم وحاول بحيرة طبرية حتى تتم نبوة إشعياء النبي القديسة مريم قبلت قبلت هذا الشيء وممكن تكون معرضة لكل أنواع الاتهامات لكنها وافقت آمنت وتحملت المسئولية رغم أنها كانت صغيرة في السن بعمر أربعة عشر سني وهذا اندل على شيء بدل على طهارتها على نقاوتها على نصاعتها على إيمانها وفعلا امتلكت هذا الوعد أن يأتي المخلص الموعود من خلال مريم لتتميم نبوات العهد القديم